موسيقى نجوان مرحيم القهوة يا دكتور نادر ايه ده؟ انت اللي جايب القهوة بنفسك يا رجوع؟ هو أنا عندي أغلى ولا أعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى؟ ايه هو بقى؟ معنى يا ستي المرجوقة حبيبتي أختي الجميلة سمحتني ومش زعلنة مني يا حبيبي هو أنا عندي أعز ولا أغلى منك؟ انت أخويا وحبيبي وكل حاجة ليه في الدنيا يا نادري انت مش متخيل أنا فرحانة قد إيه؟ انت رجعت ليه يا ولشغلك ولبيتك وللحياة كلها أنا بس يا حبيبي اللي خايفة تكون زعلن مني ياريت يا حبيبي كانت يدي تقطعت ولا تمدت عليك أرجاء بعد الشر على يدك وعلى فكرة بقى القلم اللي أنا أخدته ده كان مهمة جداً من نسبة لي بسيك تستحليها لا موسيقى الخير؟ سارة لما أنا تقطيش يا ولية أنت أنا ححبس المنطقة باللي فيها وحقفلها لكو برضو لغاية ما وصل لها يا سعاد الباشا والله ما عرف حاجة وبعدين أنت ما تكفي قفانة بالتحديد ليه ما؟ المنطقة كلها قدامة جاولة عشان تنتغل بينه ومنكسرة يعني يا سعاد الباشا أختي الجمالات أختي فاضلة ولما رأى منها يا سوق إيه حكيتها مع الشرطة؟ ما عليكش أنت يا دعوة يا عم الشيخ؟ بيتك كوريا فين؟ بيتك كوريا فين؟ بيتك كوريا هايتي؟ هايتي ده يا باشا ده نوع لبندا ولا إيه؟ تتستهبل يا بيت جمالات فين؟ آه جمالات ونبي معرف يا باشا بكلمة من الساعة تمانية كده وهي ما بتردش ده أنا حتى فكرتها خرجت معاك ما هي ما كانتش بتكلم مع حد إلا سيادتك لو ما كانتش معاك يعني أنت بفوق فيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمالة تصوت دي هاي سندس سبتيها لوحديها؟ كانت تلك متلماتي لوحديها ممكن تحط إيديها في الجسلت القهرة ياب وانا عمليه برضو يا خال ما أنا برضك لازم أخرج وافوك عن نفسي شوية وانا يعني إيه كنت وليت أبراها؟ بيت أنتي أنا حاولتك في ستين ده يا إنتو كنت متسطرة على واحدة هربانة دهني سود هربانة واني بمعرفة باشا انا كل اللي عرفوا إنها بيت محترمة وبتناس هي يا يكش بس يعني متخنق مع جزة شوية عشان كده إحنا مكمرنا عندنا لحد ما يستلقم ولو كنت يعني قايلة في الحرى انها قاربتي ده عشو ما حدش يدايق هيعلي وكده انت عالي يبقى تيجي معاها الحبسة بقى لغاية ما تفتكر هي فين وتجيبها لي من تحت الارض طب صلعنا بقى باشا صلعنابي بس كده اسمها هقولك هقولك بص بقى باشا لو انت شايف ان انا متسطر عليها يبقى احنا الاتنين بقى كنا متسطرين مع بعض ليه بقى اظن الحرى كلها شاهدة ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا موظفة منكم سر هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك لا ده انت تيجي معاها الحبسة من دلوقتي صلعنابي يا باشا صلعنابي كره ما تقصدش يعني بتفضل بكلمتين ومال فيه ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعمل لي فيها عبيض كره يا مال لو ما جيتش من نفسك كده وقلتلي هي فين انا هحبسك وكلكم وبقى خليها بقى تنفعك انا مال يا باشا انا انا السواق وخلاص اتلم بقى اتلم عفلي عيشان لا لا الا الله ولا يسوك ولا هي البت جمالات نصبة وحرامية وثوابق ات هتودييني بداية انا اعرف ارفعتك فوق يام امشي قد اهم ارفعتك امشي امشي صارة انت مجنونة صح شكلك بقى بني ادم ولا كان شكلي قبل كده منكنش حاجة خالص بس على فكرة اليكتك النفسية عالية بتعرف تتحول 180 درجة فمفيش تقدري تقولي كده انا كنت اخد اجازة من نفسي ورجعت بس احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسة وانت مسبت ليش اي حاجة ولا انت وانت اللي اختفيت انت عايزة يدلوتي عاوزيني يا نادر طب ما انت مع نفسك انا مش هنا ينادر خالص انا كمان محتاجة اخلص الاجازة بتاعتي ويرجع بني قدمة طبعية احتاجة ارجع لنفسي بس همشوري اطول منك بكتير صارة انت عايزة تتعلق بجد بس خايفة خايفة عامل ده انا الواحدة انت مش لعتك انا جنبك وحافظ الجنبك وحاخدك من ايدك ووصلك لحد نفسك وحتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي مش هتسابني وتمشي زي المرة اللي فاتت انا مسبتكيش انا استنيتك وانت جاتي موقفة موقفة وصارة ان انا مش هنتجاوز ونتبقى زوج مبيحصلش كتير على فكرة باك وروح اجهزة شنطتك واتصل بأهلك وشوفي هتقوله له انت هتقولي فين وانا هاردي عليك في البيت بكرة السبحة انت عارف؟ هتوحاشني اوي الايام اللي كنت شابهة فيها وانت عارفها هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شابهة زي ما انا دلوقتي لا 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 احكي لي بقى الوش ده ده انا واخدالك اجازة يومين وقاعدين في وش بعض احكي لي بقى ايه اللي مدايقك فاتفاضي وخرجي اللي جواك سرك في بير ما تقلقيش احكي علاق صعباً علي علاق مين الزبط بهدلته معايا سيبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في اصعب موقف خليته يختار ما بين حبه وشغله ولما اختار شغله زعلت منه فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي وهو لو بيحبك هيستناكي خدني غياري هدومك كده وريحي نفسك انت شكلك تعبان قوي مكسوفة مني؟ او دي وشي ناحية تانية عشان تغياري؟ لا مش مكسوفة مستغربة قلي خليك تستقبليني في بيتك مع انك عارف ان وجودي عندك خطر عليك والله انا نفسي معرفش يمكن عشان انت من ناحية سوكا اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لأ بس بصراحة لما كوريا حكيتلي حكايتك صعبتي عليها وعرفت قد انت مظلومة وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي بجد الواحد بيكتشف معادل الناس وقت الشدة قد ايه كان في ناس قريبين مني وبعوني من غير اي سبب وفي ناس ما عرفهمش ووقفوا جنبي يعني انتي وكوريا وشكري وسوكا ووقفتوا جنبي بدون اي تمن عانك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي يا ما هتقبلي ناسي هايدي المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيه لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجة حد ويبيهك بولك لا نوال كنت عاوز اتكلم معكي في موضوع كده اسمي ست ناني ماشي يا ست ناني كنت عاوز اتكلم معكي في موضوعي يا ست ناني ما عنديش وقت استنى بس استنى بس استنى بس ما يحكمش مصيتي كبدكي مصيتي كلنا بصي انا هابلك بكرة قدام المحل الصبح وفطانك على كل حاجة ماشي؟ افكر الله يحشتني الشلدومة اوز موسيقى 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 صباح صباح نور يا هند هو حضرتك ولا حضرتها أنا طيب حضرتك ممكن تملي الاستمارة دي أنا من جاهز قط الكشف فقدر يسا أنا بعمل حاجة صحة مش كده أكتر حاجة صحة عملتها في حياتك غير إنك عرفتيني طبعا عمري ما حد فضل معي لحد الآخر يا نادر في أي حاجة بعملها هتفضل معي لحد الآخر صار هنتي لسه عمرك طويل إن شاء الله ولما تبقي صارة تانية غير صارة اللي أنا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس الناس مراية صارة بتعكس أنت شايف نفسك إزاي صارة أنا عندي ثقة كبيرة جدا فيك ومرهل نفسي عليك وعارف إنك هتبقي جامدة هتعدل مرحلة دي وما تخافيش من أي حاجة أنا جامك للآخر هاتي الوراق وتفضلي معي خلاص يا نادر خليك أنت وأنا هكمل خلي أسراري التبية بتاعتي أنا لحد ما يبقاش في أسرار خالص هاي تحكي لك كل حاجة نادر طب خليني أجي أقف معك لقمش أنت وروح شوف شغلك وحياتك وأنا أول ما عرف النظام هنا هكلمك أبلغك ونشوف يحد دولنا معي تيجي تزولني فيه صارة خالي بالك من نفسك وخليكي جامدة كل حاجة هتعدل إن شاء الله يلا ما خلاص بقى نوال كبدك يغلط وبيصلح بقى عشان محبيتك تقولي حقولي جوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيقات ليه؟ واحدة جايبها من الشارع يا بنت بهزر بهزر يعني أنا هقوله أدي راسك أبوس على وزيك أوع كده ما خلاص بقى نوال ما أنت عارف إن الكوريا كانت عاملي مشاكل بس أنا خلاص بتاعي ما فاضليش غير النونة وهاب لنا بقى وبريالة وحصدقك إنت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي ده أنا حفظاك إنت بس مش لايد عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة على الزباين وعيس أخدني سكة تصدق يا عيب عليكي مش أنا نوال أنا راجل مش أنا اللي أكبر من سكة حرب وكمان الموضوع اختلف إنت ما بقيتش متجوزة وأنا ما بقيتش خاطب يعني إحنا البعضينا هو الموضوع فعلا يا أخي اختلف والرجالة بقت حولها زي الرز كادر ويتمنوا لي الرضى أرضى طب وهيما هم؟ هم؟ السجوء كبدا الحمامة نوال إنت بقى عشان أرضى عليك بتبين لي كرا رقبت تعونوا واقفلي زي السلمة المكسورة في الطلعة والنزل فبعدوا عني عشان العايزة جرب أزاء وللي شو أدواء أزيتي هم؟ هو أنا المفروضة يسيب فلوس هنا ولا بعمل إيه؟ الدكتور نادر أول ما حضرك دخلتي دفع لينا مبلغ كبير من تحت الحساب هو كمان تلع فوق وحجز لحضرتك القوضة اللي عليك دينينا عشان قالي إن حضرك بتحب الخضر قبي وصاب لينا رقم تليفونه عشان لو وحتاجنا أي حاجة بتصل بيه طمام طيب ممكن حد يوريني قطي؟ يا نهاركي سميد يا شجري انبارع بالليل كل دا حصل ومتقوليش فين في السادة زينك انت زين تتصرف من غير ما تقولي دا أنا حاخر ببيتك اسمع انت جيني دي الوقت حالة ها؟ فيه عني؟ هايد يا سيدي الوقت الضابط اللي في الحتة دي حكيت له على كل القصة ومتردها يا نهاري سميد هي بنتك الجننت ولا إيه؟ قلبها يا سيدي قلبها؟ هو قلبها دا متركب إيه؟ شمال؟ منا مرمي قدامها وهو ما حدبتنيش لإيه؟ حبك إنت إيه يا قد التهم أنت حبك حتى في بورسة وإنك إيه؟ ألوف هايا نادر هايد يا سيدي حكت الحكاية كلها الوقت زابط في الحارة آه؟ وهربت فأنت لازم تيجي فوراً عشان نقعد ونتكلم ونشوف ونتصرف إزاي في المصيبة دي يعمل معروف ف... صبع الخير يا بو طالب بيه؟ ولا تحب أقولك حياك الله يا شيخ؟ موسيقى موسيقى